سار فريق بحرين ميريدا للدرجات الهوائية بحسب الخطة المحكمة والدقيقة الموضعة له والتي ساهمت بشكل كبير في الحصول على العديد من الأهداف التي تم وضعها وكان من أبرز المنجزات إبراز صورة المملكة من خلال الترويج لها في أهم المحافل العالمية رؤية اخترقت الحدود المتعارف عليها لتصل إلى مدى أعمق وتطلعات جديدة شملت العديد من القطاعات المختلفة في منطقة واحدة فريق بحرين ميريدا للدرجات الهوائية فريق رياضي حقق العديد من الأهداف الغير الرياضية من خلال خطط مرسومة وضعت لتكون خريطة ضلاقة فريدة لتعريف العالم أجمع وترويج السياحة ونمط الحياة الصحي في مملكة البحرين حيث اتسعت سماء المنافسات العالمية وحولت الأحلام إلى واقع بتشكيل فريق البحرين ميريدا للدرجات الهوائية سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية أشهد بالإنجازات التي حققها فريق بحرين ميريدا للدرجات في مشاركاته خلال موسمه الأول للسباقات العالمية للدرجات من الجانب الرياضي والجوانب الأخرى الثقة التي ولاها سموه للفريق والوعد الذي قطعه لجلالة عاهل البلاد المفدة على تشريف البحرين والترويج لها في المحافل الدولية عبر مشاركة فريق بحرين ميريدا في السباقات العالمية قد تحقق من خلال اعتلاء دراجي الفريق منصات التتويج وإظهار صورة البحرين المشرقة والحضارية في التشجيع على ممارسات الرياضة وخوض المشاركات العالمية وكسر حاجز الروتين المعتاد حيث تعتبر خطوة إيجابية نحو مزيد من التنافس والإثارة وكسر حقاً للحظة والممارسات العامة وقد تعتقد أن نظرنا من المشاركات العالمية في السنوات العامة وقد عملونا العامة والممارسات المترجمات والممائشة والممائشة وإن شاء الله سنكون هناك معكم كما سنكون هناك كما سنكون هناك في جيرو دياليا ومفتح أننا سنكون كما سنكون هناك في تور de France هذا الرئيس سنكون هناك ولكن لا شيء ممكن وإنهارة مستعدة ستبقى وإنهارها وإنهارها ولكن الآن نتحدث ونحن نتحدث لأنه لا شيء ممكن هذا وتم إشهار فريق بحرين مريدا للدرجات العام السابق والذي هدف سموه من خلاله إلى تحقيق أعلى درجات التسويق والترويج لمملكة البحرين وما حققته من إنجازات كبيرة وإبراز صورتها الحضارية النصعة في مختلف المجالات باعتبار الرياضة من أسرع الأساليب التي يمكن من خلالها الترويج للبحرين لما للألعاب الرياضية من أهمية بالغة نظر للمتابعة الجماهيرية الواسعة والتي دائما ما تسخر وسائل الإعلام مساحات كبيرة من أجل تغطية الفعاليات الرياضية المختلفة وبالفعل تحقق لسمو الشيخ نصر بن حمد الخليفة ما سعى له وخطط إليه بعدما حقق فريق بحرين مريدا للدرجات في مشاركاته خلال موسمه الأول نتائج مميزة واعتلى منصات التتويج في طوافي إسبانيا وإيطاليا العالميين يرافق فريق بحرين مريدا في تجمعه السنوي حضور كبير من المسؤولين والشركات الراعية والداعمة للفريق كما يشهد تغطية كبيرة من وسائل الإعلام المحلية والأجنبية فالأهداف التي تطبق يوميا والاهتمام الذي ينصب في محله وضع مملكة البحرين وسط الأضواء العالمية مبرهنا مكانتها وقدرة أبنائها على تحقيق العديد من الإنجازات بالعزيمة والإصرار واتباع الفكر النير ترجمة نانسي قنقر